التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية إيران عباس عرقجي وذلك في إطار اللقاءات المكثفة والدورية لوزير الخارجية على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك شهد اللقاء تبادل وجهة نظر حول القضايا المختلفة محل الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية ولبنان وعلى ضوء تصعيد الإسرائيلي غير المبرر وتدعيات ذلك على أمن المنطقة وأهمية خفض التصعيد وتجنيب المنطقة للانزلاق إلى حرب إقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها